اشهد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمصادقة على قانون رقم 4 لسنة 2021 بشان اصدار قانون العدالة الاصلاحية للاطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وهو ما يعكس حرص جلالته على الارتقاء بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية حيث يهدف القانون الى تحقيق العدالة الاصلاحية للاطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة بحيث تكون لمصالح الطفل الاولوية في جميع الاحكام والقرارات والاجراءات المتعلقة به ايا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها وكان احميدان ان هذا القانون يرسخ مكانة مملكة البحرين اقليميا ودوليا في مجال صون حقوق الانسان ما يعكس في الوقت نفسه تفعيل نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة لافتا الى ان هذا التشريع الوطني يؤكد في مجمله تعزيز مصلحة الطفل وضمان حقه حق عيشه بسلام واعتبرا ان القانون سيكون له دور محوري في عمل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والاهلية وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال اصدار العديد من المراسيم بقوانين لسيما وان البحرين حارصت على الانضمام في اتفاقيات الدولية التي تأدخل في اطار حماية وصون حق الطفل